نظمت اليابان يومين كاملين لتجارب افتراضية حول كيفية التعامل في حال وقوع الزلازل التجارب الافتراضية التي شرك فيها حوالي 200 مواطن وأعضاء من الحكومة شملت سيناريوهات افتراضية حول كيفية عقد جلسات حكومية طارئة وكيفية تفقد نظام التبريد والمواد المشرعة التي تتسرب من المفاعلات النووية في أعقاب وقوع الزلازل التجارب الافتراضية شملت أيضا كيفية إجلاء السكان وتقديم الإسعافات الأولية لهم في حال إصابتهم بجروح بالغة